طبعاً إحنا خارجين من أجازة وأجازة طويلة فالموضوع بالنسبة لنا إحنا أصلاً بيكون صعب جداً طبعاً فإزاي نحط خطة كده عشان إحنا نمشي عليها قبله صح هو إحنا المفروض نبقى مستعدين نفسياً وكذلك بنحاول إن إحنا نساعد الولاد إن هم يستعدوا الفترة اللي قبل الدراسة مهمة جداً إن إحنا نبدأ نعمل بلان إحنا عايزين نعمل إيه في الدراسة طبعاً التهيئة النفسية للطفل نفسه وقالينا إحنا كمان طبعاً إن إحنا كلنا هنخش في نفس الروتين فمبدئياً الأطفال لازم نكون مزبطين الموعيد بتاعتهم موعيد نومهم مبدئياً يعني وده مش بإن أنا قبلها بأدية مثلاً قبلها بأسبوع على الأقل قال حاجة أسبوع إن أنا مش بنائمه بدري لإنه مش حيود ينام بدري أبداً لكن بحاول صحي بدري في خلال الإسبوع ده مثلاً يعني كل يوم بدري ساعة أو بدري ساعتين لإنه هو لو مثلاً بينام تلات الفجر أو بينام ساعة اثنين بالليل أو أي أن كان وأجي أنا أقوله لا إنت هتخش إنام ساعة عشر بالليل مستحيل مش هتحصل يعني أنا حبقى بأحلم صح إنما أقدر صحي بدري ساعة أو ساعتين كل يوم تدريجياً هتخلي هو لوحده يبدأ يثبت اليوم شوي دي حاجة دي نقطة مهمة تاني حاجة نهاية البيئة والمكان وده مهم جداً إنه هو عنده دلوقتي كل اللعب بحطوطة البلاي ستيشن أي أن كان الحاجة اللي هو بيلعب بيها وبيشغل بيها وقته طول اليوم لأ أنا حبدأ إن أنا أخفف الموضوع شوي وحبدأ أرزم ده حيبقى ساعة الدراسة شكله إيه وبلا اتفق معي وبهيقه نفسياً لده يعني مش حيبقى فجأة طبعاً حيبقى تدريجي ولكن أنا لازم كمان أبقى محضرة نفسياً لده وأبدأ أزبط البريك تايم بتاعك ساعة الدراسة عايز تعمل في إيه حراغت نواصلاً ساعة الأم مثلاً أو الأب هم اللي يحطوا الجدول بتاع الدراسة ولكن أنا قصدي قبل الدراسة بهيقوا نفسياً أنت عايز تلعب بإيه الحاجات اللي عايزني أسيبها لك إيه الحاجات اللي إنشألها للصف الجاي فين المكان المخصوص لكتب والكراسات الجديدة لازم يبقى ليها مكان عشان أهيقوا لده تقول اللي عملت أليه عملي خدني كتب وكراسات جديدة ألعب حتتشايل الدراسة دخلة جدو حاجات يعني إحنا شخصياً مش مستعدين خالص إحنا مش مستعدين بس لازم تبقى الأم أو الأب المسؤول عن نظام البيت أياً كان هم مين ساعات يبقى الأب لأنه مثلاً بيحب يصحبها أكتر والأم لأ ساعات يبقى الأم هي الصاربة أكتر فبنخليها هي اللي مسكة جدول البيت على حسب مين اللي حيعرف يمشي على الروتين ساعات الأم ما تبقاش أصلاً تقدر تمشي على الروتين فهي مش قادرة تمشي البيت على الروتين نعم مش مشكلتنا بقى دوب ماشي على رجلها متسندة أصلاً ممكن نخلي الأب هو مثلاً شايل حتة بتاعة الموعيد أنا قصدي أنه إحنا لازم نبقى مزبطين مع بعض الدنيا هتمشي إزاي لأنه مش حرمي على الست كل حاجة ولا ينفع أنه حرمي على الأب كل حاجة يعني مش حينفع إحنا لازم نكون متفقين على ده شكراً لكم